ثم تنار يظهر وميضها تحت رماد قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات الشعبية ضد سياساتها الفاشلة على جميع الأصعيدة الاقتصادية والسياسية نحو أسبوع مر منذ انطلقت شرارة التظاهرات الأخيرة في الأحواز احتجاجا على سياسة تجفيف الأنهار والتهجير القصري المنتهجة ضد العرب الذين يمثلون الغالبية العظمى في الأحواز تظاهرات عامة العديد من مدن الإقليم وواجهتها قوات الأمن والحرس الثوري باستخدام القوات المفرطة التي استنفرت المتظاهرين فأغلقوا عددا من الشوارع وأحرقوا إحدى الدبابات التابعة للحرس الثوري وعلى الرغم من تصاعد القمع ضد المتظاهرين في الأحواز أخذت الدائرة تتسع لتضم محافظات ومدن أخرى إيرانية بسبب سوء الإدارة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدل التضخم حتى تداول ناشطون مقاطع مصورة لنساء يهتفن بسقوط الجمهورية الإسلامية في إحدى محطات المترو في طهران ليس ذلك فحسب فالمتظاهرون في طهران رددوا هتافات الموت لخامنئي وأعلنوا تضامنهم مع متظاهر الأحواز ضد سياسات نظام طهران الطائفية في حين وصلت تعزيزات من ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات الحشد الموالية لنظام طهران في العراق بهدف مساندة القوات الإيرانية في قمع انتفاضة الشعب الأحوازي وبينما يتصاعد التوتر في الشارع الإيراني وفي الأحواز يرى محللون أن النظام طهران يواصل الحفرة تحت أقدامه معجلا بسقوط مدون قد لا يطول انتظاره على وقع انتفاضة شعبية تطالب بالاستقلال في الأحواز وأخرى في بقية المحافظات الإيرانية تحتج على الانهيار الاقتصادي وإهدار مقدرات الدولة في مغامرات عسكرية خارجية لخدمة مخططات توسعية لا تحقق بالطبع طموحات الشعب الإيراني